اشتركوا في القناة بس انها فتحتش المادة خالص هتساعدها كويس جدا 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 لان انا حراجع المنها كله وهحل اسئلة واسئلة امتحانات فانت هتطلع من الفيديوهات ديات تقدر تشوفها في اي وقت هتحل الاسئلة بتاعت الامتحانات الاسئلة اغلبها بتتكرر مفيش اي حاجة هتكون جديدة هي بس الفكرة كلها انه هو لو حيجيب مسلا سؤال جديد في الامتحان هي هي نفس الاجابة بس هو بيغير شكل السؤال حتى الحاجات دي احنا هنحاول ان احنا نحلها كذا مرة ونتدرب عليها فتاني هو الفيديوهات دي هت مهمة جدا 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 ويا رب اقدر اساعدكم الفترة دي هتكون ان شاء الله ان شاء الله كلكم تجيبوا درجات جميلة جدا زيكم الدرس اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو درس الخصائص الفيزيائية للطيار الكهربي ده اول درس في الواحدة التانية ليه انا ابتدت بيه لانه هو درس مهم هنهضوا اول درسين في الواحدة ديت بعد كده نشتغل الدرس بتاع مندل ده كده تقريبا احنا بنتكلم على نص الامتحان يلا بينا نبتدي مع بعض عشان ما ناخدش وقت طويل اول حاجة هنتكلم عليها فالدرس دوت لازم اكون افتكر يعني لازم نفتكر مع بعض هي الزرة كب تتكون من ايه عندي هنا هوات انا عندي الزرة بتتكون من نواة موجبة الشحنة وإلكترونات ساربة الشحنة نواة موجبة وإلكترونات ساربة موجب وسارب احنا دايما عارفين ان اي اختلاف في الشحنات بيولد تجازب الكتب الموجب بيتجازب مع الكتب السارب جميل اوي الكلام ده طب ما انا عندي النواة موجبة والإلكترونات مالها ساربة هيبقى اكيد بينهم ايه بينهم كوة تجازب وده السبب في ان الزرة دايما بتكون مستقرة وشكلها ما بتغيرش هي شكل انا عندي النواة بالمنظر دوت هي تقور هي حوالين من نهاة الإلكترونات بتتدي تتحرك ايه اللي مخلي الالكترونات تبدأ تتحرك بالمنظر دوت هي قوة تجازب هي ايه قوة تجازب طب تعال تخيل معي ان قوة تجازب دي قوة ضعيفة معنى كده ان الالكترونات اللي حتكون بعيدة عن النواة سهل جدا ان هي تتحرك سهل جدا ان هي تكون الالكترونات حرة ده اساس الدرس الدرس كله بيتكلم عن الزرات او عن العناصر اللي قوة تجازب موجودة فيها بتكون ضعيفة يبقى تاني الدرس كله بيتكلم عن ايه شطار الدرس بيتكلم عن العناصر اللي فيها قوة تجازب بين الزرة او بين النواة وبين الالكترونات بتكون ضعيفة طب ليه عشان خاطر لما تكون قوة تجازب ضعيفة هتكون الالكترونات بتاعة التكافؤ مالها إلكترونات حرة سهل أنها تتحرك من زرة لأخرى سهل أنها تتحرك من زرة لأخرى أول نقطة عندنا في الدرس ده تصنع الأستاك الكهربية من فلزات تتميز بضعف قوة تجازو يبقى تاني يجي يقول لي علل علل تصنع الأستاك الكهربية من فلزات تتميز بضعف قوة تجازو هقول له ليه لأن إلكترونات التكافؤ بتكون حرة لأن إلكترونات التكافؤ بتكون حرة وقلنا ليه إلكترونات التكافؤ بتكون حرة إنه قوة تجازب ضعيفة طب أنا استفدت إيه كشخص لما يكون عندي فلز فيه إلكترون كالتكافؤ بتاعه إلكترون حر إحنا دلوقتي تعالى نفرض إن أنا عندي سلك بالمنظر دوت هذه هو الكابل بتاعي أو السلك بتاعي عندي هنا زرة بالمنظر ده وعندي زرة تانية وعندي زرة تالتة وهنا 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 السلك عبارة عن زرات متصلة ببعضها ديت فلزات أو عناصر أو زرات قوة تجازب فيها قوة ضعيفة فمعنى كده إن الإلكترون اللي بره دوت مال وهيبقى إلكترون حر حرف الإي عليه شرطة ده كده ده معناه إلكترون يقب أنا عندي الإلكترون ده إلكترون حر بيتحرك من هنا لهنا 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 طب هي أصلاً الكهرباء عبارة عن إيه؟ الكهرباء هي انتقال في الشحنات الكهرباء هي انتقال في الشحنات بل أنا شايفه ده أو اللي أنا عملته ده هو ده الكهرباء هو ده الطيار الكهرباء يبقى الطيار الكهرباء الأساس بتاعه هو إيه؟ انتقال الشحنات طب هو ينفع يكون عندي فيه شحنة لزقى في شحنة تانية أو لزقى في النواة بتاعتها أو متماسكة أو قوة تجازب بينهم كبيرة هتتحرك لأ ما فيه حاجة حكمها إنما أنا لو عندي الإلكترون بعيدة هوت فالإلكترون يعتبر حر هياخد بعض ويتحرك من مكان للتاني للتاني فطالما بيتحرك يقب أنا عندي طيار الكهرباء يقب أساس الطيار الكهرباء هو إيه؟ في الزات بها قوة بتجازب ضعيفة هيقول لي طب لما تكون قوة تجازب ضعيفة إيه اللي هيحصل؟ هتكون إلكترونات التكافؤ مالها حر هو ده أول حاجة هنتكلم فيها طب بعد كده الراجل قال لي إيه؟ بعد كده قال لي الطيار الكهرباء هنتكلم بقى على الطيار خلاص كده أنا فهمت أن أنا عندي الطيار الكهرباء بيتم لما بيكون عندي فيه فلزات فيها ضعف في قوة تجازب فلما يكون فيه ضعف في قوة تجازب هيكون عندي إيه؟ هيكون عندي إلكترونات حرة الإلكترونات الحرة دي حركتها هي اللي هتكونني الطيار هنتكلم مع بعض على ثلاث حاجات بالزبط أول حاجة عندي شدة الطيار تاني حاجة عندي فرق الجهد تالت حاجة عندي المقاومة إيه دول طيب؟ دول خواص أو خصائص الطيار يقبنا الطيار الكهرباء بتاعي ليه ثلاث صفات شدته شدة الطيار طيب والجهد فرق الجهد والمقاومة المقاومة اللي بيقابلها الطيار هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل أول حاجة خالص إذا نتكلم عليها هي الطيار الكهرباء إيه هو تعريفه؟ إحنا مش لسه قلق مع بعض أنا عندي إلكترونات بتتحرك طب هي مش الإلكترونات شحنتها سالبة فقدر أقول عليها هي الشحنات شحنات ما لها؟ شحنات كهربية يقبنا عندي التعريف بتاع الطيار الكهرباء هو تضفك الشحنات الكهربية خلال مؤصل هو تضفك الشحنات الكهربية خلال مؤصل يقبى الطيار الكهرباء تاني مع بعض هو تضفك الشحنات الكهربية خلال مؤصل الشحنات الكهربية عمالة تتضفك في المؤصل بتاعي تتضفك هنا معناها أن هي بتسير بتتحرك عشان خاطر ما تطلعبطش في حاجة لازم نكونه بنعرف نعملها لازم اعرف شكل الدايرة الكهربية بتاعتي انا الدايرة الكهربية عموما بتتكون من 3 حاجات تقريبا او 4 اول حاجة لازم يكون عندي مصدر للكهرباء اولا ينفع شغل الكهرباء من يكون ما يكون فيه مصدر ما ينفعش طيب ايه هو مصدر الطائرة الكهربية بتاعي المنظر ده حرف الحداشر اللي من منظر ده كده بس واحد صغير وواحد كبير وطلع منه خطين الزغير ده دايما بيكون الطرف السالب والكبير دايما الطرف الموجب يبقى دايما كده الزغير ده بيبقى الطرف السالب والكبير ده طرف موجب حلوة اوي طيب ده كده اسمه ايه ده اسمه عمود جاف دي الحجارة اللي بتشتريها من اي حد بس هي لما بنيجي نتكلم عليها في العلوم او بكلام علمي حقول عليها عمود جاف الكلام ده بقى حتبتدي تتهمه ليه اسمها عمود جاف لما تخش تالتة سنة وان شاء الله يقب انا عندي ده كده بالمنظر ده اسمه عمود جاف طب فلنفرض ان انا عندي مش بتيجي مثلا تشتري كزا لعبة او اي حاجة موجودة عندك او مثلا الرمود بتاع التلفزيون تلاقي ان هو بيحتاج اتنين من الحجارة طب انا لو عندي اتنين من الحجارة يعني انا عندي اتنين عمود جاف لو انا عندي اتنين عمود جاف هل حقول عندي اتنين عمود جاف لا طالما العمود الجاف زاد عن الواحد بقى اتنين تلاتة اربعة خمسة اي رقم بقى المهم ان هو زاد عن الواحد بقى اسمه بطارية يبقى انا عندي ده كده اسمه عمود جاف طب لو جيت عملت بالمنظر ده ادي واحد كبير واحد زغير طلع سهل واحد زغير واحد كبير يبقى واحد زغير واحد كبير واحد زغير واحد كبير لازم نراعي الترتيب اوعى اوعى يبقى مثلا واحد زغير واحد كبير بعد كده تعمل لي واحد كبير واحد زغير ما ينفعش لازم بالترتيب يبقى صغير كبير زغير كبير زغير دايما سالب كبير موجب زغير سالب كبير موجب الشكل ده بقى اسمه ايه بقى اسمه بطارية بقى اسمه بطارية يقب انا عندي لو في عمود كهرابي واحد بقى اسمه عمود جاف طب لو عندي كذا واحد اكتر من الواحد خلص عرفت ان هو اسمه ماله بطارية لازم نروعي الترتيب اوعي تنسى زغير كبير زغير كبير جيت عملت كده زغير كبير رحت عامل كبير زغير غلط لان انا عندي هنا كده الطيار مش هينفع انا عندي الطيار لما بيجي يتحرك هيتحرك مثلا من الطرف الموجب انا عندي السالب يبتدي يطلع الشرحانات الكهربية فهيمشي في اتجاه الموجب طب معنا لو عندي حضت هنا موجب وهنا سالب فانا حلاق ان الطيار بيمشي كده طيار ماشي كده طيار ماشي كده تقابله هنا خلاص مش هيارفوا يتحركوا انما انا لو عندي ده بيمشي كده وده برضه بيمشي كده فهم بيزوقوا بعض فأنا كده عندي طيار فلازم أراعي الترتيب سالب موجب سالب موجب زغير كبير زغير كبير طب انتو مش ملاحظين ان انا عمال اعمل الشرطة ديت هي ايه الشرطة ديت فأنا دلوقتي عندي حجارة فأنا لو ما سكت الحجارة بايدي ديت كده انا حنور مثلا لا ما فيش الكلام دوتي فأنا عشان خاطر الكهرباء تتحرك لازم تتحرك في ايه في موصل الكهرباء يقب أنا عندي ده كده هو ده الموصل الكهرباء اللي هو باختصار كده هو ده السلك اللي انا بشغل به اي حاجة يقب ده كده الموصل الكهرباء ده اللي بحط عليه كل حاجة بحط عليه البطارية بحط عليه العمود الجاف بحط عليه اي جهاز بقى حنشتغل عليه قدام طيب انا مثلا عايز اوصل بلمبة اللمبة باجي اعملها ازاي بقى هاوما عامل دايلة بالمنظر دوت عارفين شكل المطب يعني انا لو جيت عملت كده مش ده كده مطب بالزد هاوما عامل كده بالمنظر دوت كده ده كده انا عندي ايه دي كده مصباح كهربي يواب دي كده اسمها مصباح كهربي وابتدي اعمل ايه اوصل الدايرة بتاعتي طب انا عشان اوصل الدايرة بتاعتي انا لو اوصلتها هتفضل تشغالها لحد مالا نهاية لحد ما تخلص الحجارة بمعناصة انا عايز اتحكم فيها عشان اتحكم في الكهرباء بتاعت البيت يعني انت عايز دلوقتي مثلا في قطتك هتدي تبصر اللمبة هتقول انا عايز اتحكم في اللمبة عايز اتوفيها وعايز اشغالها هتروح هتعمل ايه هتدوس على الزرار او على الكوبس اللي موجود عندك ده اسمه ايه اسمه المفتاح الكهرباء بيكون شكله كده بالزبط دايرة فيها نقطة ودايرة تانية فيها نقطة والله لو انا عندي النقطتين دول متوصلين ببعض بالمنظر ده كده ده بقى اسمه دايرة مغلقة طلبت دايرة مغلقة يقب انا عندي كده الكهرباء ماشية في حلاء اللمبة منورة يقب انا لو جيت عملت بالمنظر دوت روحت اعمل بالمنظر ده وقفلت الدايرة حلاء ان المصباح الكهرباء ميلو بيطلع مور طب انا لو جيت عملت بالمنظر ده كده وسبتها مفتوحة بالمنظر ده كده دي كده اسمها مفتوحة طيب هي لو مفتوحة بالمنظر ده هل الكهرباء هتيجي مثلا من هنا هتقوم نطة مثلا عشان خاطر تروح الناحية التانية مفيش الكلام ده انا لازم الكهرباء بتمشي عاملة زي الاطر بالزبط بتمشي على القضيب بتاعه فانا الكهرباء لازم تمشي فين لازم تمشي في موصل طب ما هو فيه فراغ معنا كده ان الكهرباء مش هتكمل طالما الكهرباء مش هتكمل يوبانا ما عنديش طيار كهربي يوبانا طالما الدايرة مفتوحة يوبانا لا يوجد طيار كهربي طب لو الدايرة مهلقة يوجد طيار كهربي وصلت يا شباب نفيد نخش على الخواص الخصائص اول حاجه هي شدة الطيار يختصرش اي شدة في الدنيا تبقى معتمدة عليا على الكمية الموجودة ان aqueles himla اذا عنددي شحنات كهربية هتحركت في 1 2 اما دولوبا ساسبت للزمن واحد ثاني مرة سيمشى في السلك 100 شحنة كهربية ومن ثانيا سيمشى فيها 1000 شحنة كهربية يا مين الأكبر؟ أكيد الألف لأن أنا عندي الألف أكبر من المية حلوة الكلام ده يبقى شدة الطيار هي أي؟ هي كمية الكهربية المرة خلال موصل تاني كمية الكهربية المرة خلال موصل خلال زمن واحد ثانية خلال زمن واحد ثانية و أنا ثبتت الزمن على حسب اختلاف كمية الكهربية هيظهر لي مين؟ هيظهر لي الشدة كمية الكهربية كتير فأنا بالنسبة لي الشدة هتكون كبيرة كمية الكهربية قليلة فبالنسبة لي هتكون الشدة قليلة طب أنا دلوقتي عرفت التعريف هل في حاجة تانية لازم عرفة قال لي آه لازم أكون عارف القانون بتاع شدة الطيار إيه هو القانون بتاع شدة الطيار شدة الطيار عندي بتساوي كده إلي شدة الطيار كمية الكهربية على الزمن كمية الكهربية على الزمن إيه هي كمية الكهربية ديت الشحنات الكهربية الشحنات الكهربية طب أنا دخلت 100 شحنة هقوم كاتب هنا 100 طب لو جيت قلت لك في خلال 5 سوين هقوم كاتب هنا 5 100 على الخمسة هتحطها على قلتك أو لو أنت بتعرف تحسبها 100 على الخمسة هتديني 20 إيه بقى المية وإيه بقى الخمسة وإيه بقى العشرين إحنا مش نسألين إن أنا عندي كمية الكهربية كمية الكهربية فلنفرض قلت 1 200 مليون ايه هي الوحدة بتاعتها الكولوم يقبقى كمية الكهربية بالكولوم بص احفظها معاك كده كاف 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 يقبقى كمية الكهربية بالكولوم طيب الزمن اكيد بالثانية يقب انا عندي الزمن اكيد بالايه بالثانية كولوم وسانية احنا مش يساقينين ان انا عندي شدة الطيار شدة الطيار بتساوي كمية الكهربية على الزمن يعني أنا دلوقتي عندي لو جيت كتبت هقول كلوم على الثانية يبقى شدة الطيار فالنفرد تلعت باتنين هقول لتنين كلوم على الثانية طب تلعت خمسة خمسة كلوم على الثانية العالم اللي اكتشف شدة الطيار كان اسمه أمبير فهو دراص قال لك اش معنى يعني ده هكتب كلوم على الثانية طب انا اكتبها باسمي عشان الناس يبضل فاكرة اسمي فبقى عندي شدة الطيار بالإيه بالأمبير طيب هل فيها مشكلة لو كتبت كلوم على الثانية لا طب ما هي هي يقبى عندي الأمبير بيساوي كلوم على الثانية ده سؤال بيجي في امتحان جي كزا مرة في كزا امتحان الناس بتقول علي ان هو صعب انا شايفه مفوش اي مشكلة احنا دلوقتي لو جي قال لي اكتب الوحدة المكافأة وراح كتب لك الأمبير احنا ايه الوحدة المكافأة يعني الوحدة اللي بتساويه احنا مش السعيرين الأمبير بيساوي كلوم على الثانية هون كاتب له كده بكلوم على الثانية طيب لو قالك اكتب الواحدة المكافأة للكلوم على الثانية هتقول له ايه هتقول له الأنبير فيها مشكلة يا شباب جميل قوي اتكلمنا دلوقتي عن شدة الطيار فأنا في تعريفين صغيرين خالص لازم أتكلم عليهم احنا مش يساقلين انه ده بالكلوم وده بالأنبير طيب هي دلوقتي مش شدة الطيار هي لب الأنبير وكمية الكهربية هي لب الكهربية تعالى فلنفرض معي ان انا عندي كمية الكهربية بواحد والزمن بواحد فأكيد شدة الطيار هتطلع بايه بواحد أنبير انا عايز اعرف الأنبير ده هي مش الأنبير هي واحدة شدة الطيار اتكلم عنها دي اول حاجة هتكلم عليها اكايني بعرفها يقبل أنبير اول ما يجي يقول لي عرفت للأنبير هقول له ايه هو شدة طيار امتى عندما تمر كمية كهربية بايه بواحد كولوم في زمن واحد ثانية خلصت انا بشرح القنون يبقى تاني لو جي قال لي الأنبير عرفه هقول له ايه هو شدة طيار احنا بشي الساعة عارفيني ان انا عندي شدة الطيار بالأنبير يبقى هو شدة طيار امتى عندما تمر كمية كهربية مقدرها كام واحد كولوم خلال قد ايه خلال واحد ثانية فيها مشكلة ما ظن يوجد اي مشكلة دلوقتي طيب انا دلوقتي عايز اتكلم علي الكولوم طب الكولوم هو كمية كهربية امتى لما يكون واحد انبير واحد ثانية يبقى انا لو عايز اتكلم عن الكولوم هعكس هقول هو كمية الكهربية عندما تكون شدة الطيار مساوية واحد انبير في زمن واحد ثانية يبقى انا عندي الكولوم هو كمية الكهربية عندما تكون شدة الطيار بتساوي واحد انبير في زمن واحد ثانية فيها مشكلة تلات تعريفات وقانون ثلاث تعريفات وقانون هي ديت شدة الطيار اخر حاجة موجودة فيها في شدة الطيار عندي ايه هو الجهاز اللي بيقصها الجهاز اللي بيقص شدة الطيار عندي احنا مش عارفين ان انا عندي يوبانا عندي الواحدة امبير الجهاز اللي بيقصها اسمه اميتر يقب انا عندي الامبير بيقيسه ايه الاميتر يقب جهاز الاميتر بيقيس شدة الطيار جهاز الاميتر بيقيس شدة الطيار يقب تاني جهاز الاميتر بيعمل ايه بيقيس شدة الطيار طيب انا دلوقتي جهاز الاميتر دوت بوصله ازاي لو انا عندي المنظر دوت كده انا عندي دايرة كهربية دي كده عمود كهربية ولا عندي بطارية لا ده انا عندي بطارية عشان عندي اتنين عمود كهربية ايدي صغير كبير صغير كبير حيرو الكلام دوت بعد كده عندي ايدي المصباح بتاعي عملت شكل هوت خلاص تمام المفروض اننا هقفر الدايرة بتاعت لا قبل ما تقفل بقى دص انا عالتوالي ده بيريدة بيريدة او معامل الدايرة بالمنظر ده كده على نفس الايه على نفس الموصل على نفس السلك مش الجهاز اسمه الاميتر لو جيت كده بتاب الانجليزي هتبقى بالمنظر ده اميتر حرف الايه فقوم كاتب له هنا حرف الايه يقب انا عندي جهاز الاميتر بيوصل على التوالي جهاز الاميتر بيوصل على التوالي هلو الكلام دوت يقب بيوصل على التوالي طب انا لما باجي وصله اوصله ازاي ما انا لازم اراعي الكلام ده احنا مش منتفقيني ان انا عندي ده سالب ده موجب ده سالب ده موجب لازم الموجب بتاع البطارية بيلامس الموجب بتاع الاميتر فاكيد السالب بتاع البطارية يلامس السالب بتاع الاميتر لو مش فهمها بالراحة شايف الأميطر بالمنظر ده فويه إيه آية البطارية مش هنا الموجب لو فضلت مكمل كده مش معنى كده أن الموجب بيتحرك هيقابل مين هيقابل الأميطر فالموجب بيقابل الموجب فلازم عمل الموجب هنا ولو جيت مشيت كده مزد السالب يمشي كده يمشي كده يمشي كده فهلازم يقابل مين عندي لازم يقابل السالب يوبنا عندي يوصل الأميطر على التوالي وخلاص عرفنا الموجب مع الموجب والسادب مع السالب س الجهد ده لازم تفرق بين فرق الجهد والجهد الجهد عندي تعال بس الاول نتكلم بالعمية كده عشان نفهم الحتة ديت هو ايه الجهد اصلا الجهد دوت هو عبارة عن شغل انا ببزيله مالصح جميل طيب هل انا الجهد اللي ببزيله دلوقتي زي الجهد اللي انت بتبزيله وانت بتسمعني لأ طيب هل الجهد اللي انت بتعمله دلوقتي وانت بتسمعني زي الجهد مثلا اللي انت بتعمله وانت بتمتحن برضو لأ طيب هل الجهد ان انت بتعمله وانت بتنتحن زي الجهد ان انت بتعمله وانت شغال برضو لا يقبان الجهد هو الاساس اللي بيبين لي ايه اللي انا بعمله ايه الشغل اللي انا عملته الجهد بقى عندي في الكهرباء هو اللي بيبين لي الكهرباء هتتحرك مني ولا هتجي لي الكهرباء هتتحرك مني ولا هتجي لي ازاي احنا دايما الكبير بيدي الزغير الغني بيدي الفقير نفس الوضع اللي عنده جهد كبير يدي اللي عنده جهد قليل يبقى تاني الجهد الكبير ساهمل فوق اهو يعطي الجهد القليل ساهمل تحت طب برضو يعني ايه انا دلوقتي عشان خطر احدد انا عندي السلك بتاعنا الجميل اهوات هنسأل نفسنا سؤال هي القهربة ماشية كده والله هو سؤال جميل جدا واللي بيحدد لي بقى اجابة السؤال ده لازم تكون عارف الجهد هنا والجهد هنا لو جيت قلت لك ان الجهد هنا ستين والجهد هنا خمسة مين هيدي مين يا شباب اكيد الستين هي اللي هتدي الخمسة شفت السهم انا عملته ازاي فلاقيت ان الطيار بيمشي في الاتجاه ده طب لو كنت عملت هنا مية وهنا عشرة كنت حلاق ان الجهد ماشى بالطريقة دية يقب انا عندي جهد هو اللي بيعمل ايه هو اللي بيحدد لي اساس تحرك الطيار هو اللي بيحدد لي اساس تحرك الطيار يقب الجهد الكهربى اول حتق تعريفه بقى هو عبارة عن ايه جهد الكهربى ده هو حالة الموصل حالة الموصل إيه هو مش اسمه جهد كهرابي يقبع حالة الموصل للكهرابية اللي بتبين انتقال الكهرابية منه أو إليه الكهرابية يا إما بتنتقل منه يا إما بتنتقل إليه طيب تاني سؤال ممكن يجيلي يقولي ممكن يجيلي يقولي مثلا فأكمل هي الكهرابية بتتوقف انتقالها على إيه عشان الطيار ينتقل من مكان للتاني هيتحرك إزاي شسة متفقين مع بعض عيليني أن الجهد الكبير بيدي الجهد الأولي طيب طيب عندي فيه جهد كبير وعندي فيه جهد قليل مش معنى كده أن فيه فرق بينهم يقبع عندي فرق في الجهد يقبع عشان الطيار يتحرك لازم يكون عندي فرق في الجهد لو أنا ما عنديش فرق في الجهد بمعنى أن الجهد بتاعي خمسين والجهد بتاعي خمسين هل حندي بعض أي حاجة؟ لا جهد الكهرابية هنا خمسين جهد الكهرابية هناك خمسين هل الكهرابية تتحرك؟ لا عشان فرق الجهد بكام بصفر وصلت يقب انا عندي ايه هي الحاجات اللي بيتوقف عليها انتقال الشحنات الكهربية هقوله هو ايه فرق الجهد يمين او الكلام دهات عندي هنا هنتدي نتكلم بقى عن فرق الجهد فرق الجهد عندي هو مجدار الشغل اللي انا ببزله بقى او الموصل بيبزله عشان يحرك الطيار من الجهد الاعلى للجهد الاعلى يبقى تاني فرق الجهد هو مجدار الشغل اللي حيبزله الموصل عشان يحرك من الجهد الاعلى للجهد الاقل هقول الكلام ده ازاي هقوله كده مجدار الشغل المبزول لنقل ايه هو هينقل ايه يا جماعة هينقل كمية كهربية كمية واحدة احنا هنتكلم دلوقتي على كمية واحدة كمية كهربية مجدرها واحد كلوم بين ايه بين طرفي موصل بين طرفي موصل يبقى فرق الجهد مجدار الشغل المبزول لنقل كمية كهربية مجدرها واحد كلوم بين طرفي موصل يبقى فرق الجهد احنا اتكلمنا بيعتمد على حاجتين الشغل وكمية الكهربية الشغل وكمية الكهربية يبقى ايه هو قانون بتاعه الشغل على كمية الكهربية لو نفتكر مع بعض من قول عدايتي كان انا عندي الشغل بالاي كان بالجول طب جميل طب وكمية الكهربية لسه ايدين ان هي بالاي بالكلوم يبقى انا دلوقتي عندي فرق الجهد لو جيت قلت انها بخمسة مش ممكن اقول جول على كلوم صح تاخد صح وعلامة كاملة طب هو لو جيت قلت اكتب الوحدة المكفأة جول على كلوم مين العالم اللي عمل فرق الجهد اسمه فولت فولت ده كان بيغير من امبير شمع ان انت هتعمل شرطة الطيار واحدة باسمك امبير فخلاص فرق الجهد عندي برضو بالفولت طب احنا مش لسا نعم فرق الجهد هو وجود أو الأهول rès والتي نعم فرق الجهد نعم فرق الجهد لو أريد أ全て يكون ذلك نعم؟ سنج Free هو فرق الجهد عندما يتسابق المواصل في مشكلة مقدارة مع 900 جول و Austاس مقدارة وجود 1 جول طب أنا دلوقتي عندي فرق الجهد دوت فرق الجهد لو الشغل زاد هيحصل إيه الفرق الجهد هيزيد يبقى فرق الجهد لو الشغل زاد فرق الجهد يزيد طب لو الشغل قال فرق الجهد يقل طب كمية الكهربية عكسية يبقى أنا عندي فرق الجهد والشغل مالها طردية ده يزيد ده يزيد ده يقل ده يقل طب أنا دلوقتي عندي فرق الجهد وعندي كمية الكهربية مالها عكسية لو كمية الكهربية زادت فرق الجهد يقل لو كمية الكهربية قلت يبقى فرق الجهد هيزيت اخر حاجة خالص في الجزء دوت هنتكلم عنه الجهاز اللي هيقس لي مين اللي هيقس لي فرق الجهد نفس اللي احنا اتكلمنا عليه بالزبط انا دلوقتي عندي نفس الدايرة بتاعتي بالمنظر دوت رحت اعمل هنا ادي البطاريات الجميلة بتاعتي رأيت برضو ان انا عندي صغير كبير صغير كبير يعني سالب موجب سالب موجب رحت امكمل ادي الموصل بتاعي عملت المصباح بتاعي بالمنظر دوت رحت امكمل برضو حلو الكلام دوت رحت اقافل الدايرة احنا اتفقنا ان انا لو كان عندي اميتر كنت حعملوا معاهم كده على طول يبقى توالي وخلاص طب انا لو عندي فولتميتر عندي حاجة تانية اسمها التوازي عارفين التوازي اللي بتاخدوه في الرياضة مش بيقع عندي كده وكده عمرهم ما حيتقابلوا نفس الوضع انا دلوقتي عندي جهاز الفولتميتر دوت لما اجي اعملوا عاد توازي انا بخليه يبقى موازي للدايرة فحاجة هعمل كده بالمنظر ده كده انا عندي ده هيقابل ده لا بس لازم عشان يقابلوا اعمل ايه انزل موصلين من هنا اللي هم السلكتين بمعن نقصة واكتب هنا في مش هو اسمه فولتميتر فحكتب حرف الفي يبقى تاني الفولتميتر بيوصل ازاي توازي عمره ما حيبقى موجود في الايه في الدايرة الكهربية على طول بيكون موازي للدايرة طب هو موازي للدايرة هقوم منزل عندي اللي اكنين من الموصل من هنا خلاص هو كده عمل تلامس مع الدايرة فهو موجود مع الدايرة هو اصلا بيقيس ايه بيقيس فرق الجهد هلو الكلام ده زي ما اتفقنا الموجب مع الموجب والسالب مع السالب يقابلوا حكتب هنا موجب وحكتب هنا سالب عشان ما تقولش عليكم لو الفيديو يكون كبير قوي انا هوقف لحد هنا الفيديو الجاي هكمل فيه الدرس دوت ونبتدي نتكلم عن الدرس التاني وهنحل كمان هنعمل فيديو كمان حل الاسئلة وبحيث ان احنا نحل كل الاسئلة اللي موجودة في الامتحانات يا الله ربنا معيك يا شباب